نحن اليوم بصدد العنف على المرأة العربية وكيف تفتهد ولم يسمع صوتها مهما احتجت ومهما تكلمت ونحن كمجتمع مدني وكمنظمة تخص المرأة نقف مع هذا الاحتجاج وبكل قوة ونرفض العنف ضد المرأة التشدد هنا في الحكم الايراني وليس في الدين الدين سهل يعني وسمح القتل السيدة محسى الاميني في الشارع وعلى مرمى ومسمع النساء الايرانيات او الشعب الايراني بالكامل يعني هذه تعتبر عنف صريح وامام الجميع والكارثة الاخرى انه محطين شرطة نسائية مسمينها شرطة اخلاقية هي اللي تساعد في هذا النظام يعني بدأت ما تكون مع المرأة هي ضد المرأة ولهذا الالزام الحجاب بهذه الطريقة والمراقبات ليلا نهارا في الشوارع والأدى الى ذلك المقتل الاميني وبالتالي الشعب او النساء الايرانيات لم تسكت على هذا اليوم محسى الاميني وغدا الله اعلم من المستهدف الاخر يعني من النساء هذا كله نقوله لما جاء النظام الخميني بالصورة الاسلامية الشارع كله كان معاه الشارع كله والشعب كان معاه ظلن منه انه سيكون يعني في صالحهم لكن بشوية بشوية اصبح هو ضدهم وهذا التشدد في الدين هو اللي يسبب سبب هو الحكم والنظام اللي جاء به الخميني اشتركوا في القناة